صغاري وصغيراتي مرحبا بكم في الدرس رقم 27 تقريب مفهوم الطرح النشاط الأول لنفهم ونطبق البطاقات تشير إلى ما يملكه كل طفل نلاحظ ثم نحسب ما ينقص كل منهم أو ما سيبقى له إذا أراد شراء ما يفكر فيه كل واحد فيهم يفكر بغي يشري شي حاجة هذا الطفل عنده 7 درهم وكيفكر يشري كرة 8 درهم هذا الطفل عنده 9 درهم وكيفكر يشري هاد السيارة هاد اللعبة لـ 18 درهم ثم هاد البنت عندها 6 درهم وكيفكر يشري هاد القلادة 8 درهم ثم هاد الطفل عنده 8 درهم وكيفكر يشري هاد العصفور اللي 8 درهم 10 درهم إذا نبدأ به هاد الطفل الأول عنده 7 درهم واشغا يتكفيه باش غادي يشري هاد الكورة اللي هي 8 درهم لا ما قد يش تكفيه إذا شحال خصو باش غادي يشري ها 7 درهم شحال خصو باش غادي يشري هاد الكورة اللي هي كدير 8 درهم إذا نخصو درهم ثم الطفل عنده 9 دراهم نحن نخصه باش غادي يشري هاد اللعبة اللي هو 8 ديلها 10 ديل الدرام 9 نحن نخصه باش توصل لعشرة لرهام إذا نخصه أيضا لرهام واحد ثم هاد البنت عندها 6 ديل الدرام نحن نخصها باش تشري هاد القيلادة اللي 8 ديلها 9 دراهم إذا ستة سبعة تمانية تسعة تلاتة دراهم ثم الطفل عنده 8 ديل الدرام شنو بغي يشري هاد العصفور 8 ديله قلنا كم 10 ديل الدرام 8 تسعة عشرة ديل الدرام إذا ينقصه دير هامين أما هاد البنت فينقصها ثلاثة دراهم هذا الطفل ينقصه دير هام واحد وكذلك هذا الطفل ينقصه دير هام واحد فقط التمرين الأول يزين قط مريم قط جيل مريم كتلته يعني كيوزن ثلاث كيلو جرامات ويزين كلب جارتها الكلب جيل جيلها يزين تسع كيلو جرامات بكم يزيد وزن الكلب عن وزن القط اش حال باش زيد وزن الكلب عن وزن القط احيط العمليتين اللازمتين وانجزهما من غد نظوره على العمليتين اللازمتين واش الكلب يزيد عن وزن القط بتسعة زائد ثلاثة او لا الوزن ديال القط اللي هو قلنا ثلاث كيلو جرامات زائد شحال باش غد يلقوا الوزن ديال الكلب الذي هو تسعة كيلو جرامات او تسعة ناقص ثلاثة فقلنا الكلب الوزن دياله تسعة كيلو جرامات إذن تسعة ناقص الوزن ديال القط اللي هو ثلاث كيلوغرامات وغاد يلقوا شحال تسعة ناقص ثلاثة بمعنى ثلاثة شحال غاد ينزيد لها باش توصل تسعة ثلاثة غاد نشوف تحال نزيد لها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة شحال زدنا واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن زدنا هنا ستة فتسعة ناقص ثلاثة تسعة ناقص ثلاثة شحال نكتبها هنا تساوي ستة ونظهر على هذه العملية ثم نظهر أيضا على هذه العملية وبالتالي يزيد وزن الكلب عن وزن القط بكم من كيلوغرام بستة كيلوغرامات يعني الكلب فيت الوزن ديال القط بستة كيلوه ننتقل إلى الحصة الثانية تانيا في كيس علي عنده عشرة كولال عشرة ديال البناقات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أعطى لأخيه خمس كولال أعطى الخو خمسة واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة إذن سنظروا على الكولال اللي أعطاهم الخوة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كم بقي في الكيسي؟ قلنا عنده عشرة أعطى لأخيه يعني نقص خمسة شحال بقاله؟ قد نحسبوه شحال بقاله؟ قد نحيدو خمسة اللي دورنا عليها شحال بقاله؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة قد له خمس كولال أثبت تعلماتي لحساب الباقي أو الفرق نجري عملية طرحين واحد سبعة زائد كم باش للقوا عشرة وبعبارة أخرى عشرة ناقص سبعة شحال بقاله؟ سبعة سنزيده تمانية تسعة عشرة حالتنا إذن ثلاثة نكتبه ثلاثة ثم عشرة ناقص سبعة هي ثلاثة أيضا خمسة زائد كم باش للقوا تسعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حالتنا واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن نكتبه هنا أربعة خمسة زائد أربعة تسعة وبمعنى آخر تسعة ناقص خمسة هي أربعة أطرح بالفرنسية اللي هو النقص ثم ثالثا استعين بالمستقيمات العددية لحساب ما يلي إذن قد نستعملوه هاد المستقيمات المدرجة باش نحسبوه أربعة زائد كم باش للقوا عشر لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة اشحال خصوة باش توصل العشرة بقاتش حال خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يعني ايش حزتنا؟ هذه نحسبوه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن نزدنا ستة عشرة ناقص أربعة عشرة يعني هذ تدريجات كلهم عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ناقص أربعة ايش حالا قد يبقى لنا؟ قد يبقى لنا هذو خمسة ثم سبعة زائد كم باش لقاو عشرة دائمان هذ سبعة من الحلق السيычة د 47 واحد اثنان ثلاثة تمانية تسعة عشرة تدريجات كلهم ناقص هذه التدريجات ماذا حالا قد يبقى لنا؟ تلاتة اذن عشرة ناقص سبعة ثلاثة ثم إثنان زائد كم باش لقاو عشرة يثنان زائد ستدريجة قادو وذ... طبيعا عشرة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية زائد تمانية عشرة ناقص اثنان عشرة كان نقص منها هذا الججال شحال كي يبقى كي يبقى لنا هذه التدريجة تدليه ما شحال لقلنا تمانية إذن عشرة ناقص اثنان تمانية رابعا كم خسة ستبقى في الحديقة إذا أكلت السلح ثات أربع خسات إذن السلح ثقيت تأكل أربعة دي الخسات واحد جوج ثلاثة أربعة كلها تنظروا عليه شحال قدي يبقى واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة إذن قدي ندير المجموع دي الخسات شحال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة قدي نقسمنا شحال أربعة اللي كلا تسلح فا مش حال غدي يبقى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة تبقى لنا خمسة أربعة ناقص أو تسعة ناقص أربعة تساوي خمسة تسعة ناقص أربعة تساوي خمسة خامساً كم برتقالة يمكن لزينة برسمها ليكون مجموع البرتقالات في السلة هو عشرة قدي نحسبه أولاً لبرتقالات اللي في السلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة دي لبرتقالات شحال بقالة باش توصل العشرة نكمل سبعة تمانية تسعة ثم عشرة إذن حزتنا من البرتقالة واحد اثنان ثلاثة زدنا ثلاثة دي لبرتقالات ونكتب سبعة زائد كم باش لقو عشرة زائد ثلاثة جيد إذن عشرة ناقص سبعة عشرة ناقص سبعة تساوي ثلاثة اللي هي ثلاثة دي لبرتقالات اللي سا باش توصل عشرة سادساً الخط المغلق يشير إلى ما أخذه علي من كل مجموعة أحسب الباقي كما في المثال إذن هذا الخط المغلق يشير إلى ما أخذه علي في كل مجموعة أحسب الباقي كما في المثال إذن تمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية زائد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حاليا المجموع دياله هو خمسة عشر يعني المجموع هو خمسة عشر ثم خمسة عشر يهو المجموع ناقص تمانية قد نمشي لها المجموع تسعة لخدع علي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زائد كم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زائد تسعة كم لحسبنا المجموع دياله كلهم إذن تسعة عشر إحضا عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر سست عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة ثم تمانية عشر اللي هو المجموع ناقص تحرك ديالي تسعة تحرك ديالي تسعة ثم كم أخذ علي حسب واحد إثناني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع إجازتات زائد شحال بقى واحد إثناني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة زائد تسعة شحال هو المجموع ديال الإجازتات إذن غد نبدأ بالعدد الكبير اللي هو تسعة نحتفظوا به فاقلنا ثم نكملوا تسعة عشر إحدى عشر إثنان عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر نكتبو ستة عشر مجموع الإجازت هو ستة عشر ناقص ما أخذه علي سبعة تحرك يبقى ستة عشر ناقص سبعة كتبقى لنا تسعة نكتبو تسعة بقوّم تعلماتي سابعا أنجزو تمانية ناقص ثمانية تمانية كتبقى لنا تسعة ثم عشر كتبقى ناقص منها سبعة أو بعبارة أخرى سبعة ما حالخصة باش توصل عشر سبعة تمانية تسعة عشر تحزن ثلاثة إذن عشر ناقص سبعة ثلاثة ثم عشر ناقص ثلاثة ثلاثة ما حالخصة باش توصل عشر أربعة 5 6 7 8 9 10 شحر مما قصدنا 1 جوش 3 4 5 6 7 نكتبه 7 إذن 10 ناقص 3 7 9 ناقص 3 3 جحل خصفة بشتوصل 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 شحر زدنا 1 جوش 3 4 5 6 9 ناقص 3 6 9 ناقص 6 6 7 8 9 إذن 9 ناقص 6 3 10 ناقص 1 10 نقص منها 1 شحر يبقى 9 9 زائد 1 10 10 ناقص 5 5 زائد 5 10 5 6 إذا نقصنا 5 من 10 تبقى 5 9 ناقص 4 9 ناقص 4 9 ناقص 4 10 ناقص 9 9 4 5 6 7 8 9 10 ناقص 1 1 جوش 3 4 5 10 pls 7 5 7 8 أبحث عن الرقم الموجود وراء كل زهرة 7 سبعة زائد واحد العدد كنلقوا عشرة إذن سبعة ثمانية تسعة عشرة سبعة زائد كم سائد ثلاثة نكتبه ثلاثة ثم واحد العدد ناقز سبعة تعطينا ثلاثة لاحظوا قلنا سبعة زائد ثلاثة قطتنا عشرة إذن إذا درنا عشرة ناقز سبعة ثلاثة إذن العدد هذا هو عشرة عشرة ناقز سبعة ثلاثة ثم ثلاثة زائد كم باش لقوا تسعة واحده ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ثلاثة زائد ستة كم باش لقوا تسعة ثم واحد العدد ناقز واحد يعطينا عشرة وهو إحضا عشر 11 ناقز واحد تبقنا عشرة إذن هذه الوردة كتمتل العدد إحضا عشر تاسعا أقرأ النصوص وأنجز العمليات كان في المحفظة عشر دراهم أضفت ست دراهم كم أصبح فيها إذن كان في المحفظة عشر دراهم فأضاف ستة دراهم كم أصبح فيها عشر زائد ستة تساوي ستة عشر كان في المحفظة عشر دراهم أخذت منها ثلاثة دراهم كم بقي فيها إذن كان في المحفظة عشر ديال دراهم أخذ منها يعني انقص منها ثلاثة ديال دراهم فكم أصبح في المحفظة عشر ناقز ستة سبعة أضفت ستة دراهم في المحفظة فأصبح فيها عشر دراهم أضاف ستة دراهم زائد ستة فأصبح في المحفظة عشر دراهم كم كان في المحفظة؟ زائد ستاوي دراهم في المحفظة ورجعت عشر ديال دراهم كم كان في المحفظة؟ ستة سبعة تسعة عشرة كان في المحفظة كم من درهن؟ أربعة دراهم أربعة زائد ستة عشرة